حكاية أخرى النهاردة في دوري ناية دوري المصري الممتاز الجولة الخمستاشر بلدية المحلة كسب لإسماعيلي واحد صفر أحمد ريدا سجل هدف الوحيد في الدائعة اربعة وخمسين شوت أول كان مملي جدا من الفريقين شوت تاني تحسن فيه الفريقين نسبيا لإسماعيلي تقصر النهاردة جدا بغياب عبد الرحمن مجد للإصابة بلدية المحلة كان في أمس الحاجة لهذا الفوز بعد سلاس مباريات خسائر متتالية وبنتائج كبيرة خمسة وخمسة وتلات فبلدية المحلة النهاردة لو كان خسر هذه المواجهة كان هيخش في دوامة صعبة جدا هو مازال بلدية المحلة في دوامة منطقة الهبوط لإسماعيلي نفس الأمر داخل النهاردة هو الآخر في دوامة منطقة الهبوط كانت مواجهة مهمة جدا للفريقين فاز بيها في الآخر بلدية المحلة ملحوظة وحيدة ملحوظة وحيدة أنا بطلب طلب رجاء جميع الإسماعيلي شهد علي أن أنا هنا في المكان ده يوميا تقريبا داعم ومساند دائما للإسماعيلي زي ما أنا داعم ومساند لكله أن داعم المصرية بس الإسماعيلي عشان الظروف الصعبة اللي مر بيها عشان بحكم تاريخه العظيم اللي كلها بنفرح بيه فبنميل ونحب الإسماعيلي كلنا تمام؟ لو سمحتوا يا جمهور الإسماعيلي العظيم المساند اللي استحمل اللي محدش استحمله من ظروف صعبة الفترة اللي فاتت كابتن إهاب جلال بيشتغل في ظروف في منتهى الصعوبة هو اسم كبير في التدريب المصري قبل أنه يعمل في الإسماعيلي في ظروف في منتهى الصعوبة هتقول لي مع الشرف كبير لي طبعا الشرف لأي مدرم مصري أنه يضرب الإسماعيلي الظروف صعبة ممكن مدرم تاني يقول لا تمانيني خينها يشتغل في الظروف الصعبة دي ما كان فيه إقاف كيد وبشتغل مع شباب والناشئين طلع واحد زي إعاد العسكراني يحترف وجاب للإسماعيلي تقريبا مليون دولار سادت به الالتزامات اللي عليه فرفع إقاف الكيد فبدأ يشتري لعيبة اللعيبة اللي اشتريها للإسماعيلي مش شرط تكون هي أحسن لعيبة عشان اشتريهم في آخر يوم في القيد عشان تأخر في رفع إقاف الكيد عشان ما كانش معال في لول ظروف في منتهى الصعوبة يعيشها الإسماعيلي تلات واربع سنوات على التوالي فالراجل بيشتغل في ظروف صعبة ما تستناش لا من إهاب جلال ولا من غير إهاب جلال إن الإسماعيلي يمشي على مية واحدة في المباريات لسه الإسماعيلي مش هوقف على رجله هو بيحاول يتنفس الإسماعيلي بيحاول يتنفس أنا بقولك كلمتين دولي النهاردة عشان الجميع الإسماعيلي هجمت كابتن إهاب جلال النهاردة هو خارج من ملعب وإهاب جلال برضو شاو يعني مش محتاج تعمل أزمة مع مدربك أو تعمل أي إزعاج أو دوشة دلوقتي عشان الإسماعيلي زي ما بقولك كده إيه بيتحسس خطواته للعودة لسه الإسماعيلي مرجعش بس هو يعني بياخد خطوة مش خطوة كمان ربع خطوة أي حاجة لقدام لمصلحة نديك والمصلحة فرقيتك هدوء هدوء